خبر انتشر بشكل كبير جدا في الفيوم عودة سيدة مسنة للحياة بعد دفنها بخمستاشر يوم في قرية زيد اتبع المركز ابشواي محافظة الفيوم هو الكلام ده بجد ولا اشاعة في بداية الموضوع تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ان فيه واحدة ست راحت تزور المقابر سمعت صراخ داخل قبر السيدة المسنة ولما سمعت الصوت اتخضت واغمع عليها واحدة تانية راحت المكان ولما سمعت الصوت اغمع عليها نفس الوضع كل الكلام ده حسب الرواية اللي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي الناس الجمعت قدام قبر السيدة المسنة علشان يعرفوا ايه الحكاية قالوا ان الست صحي جوه القبر وفي بعض الناس راح طب فعلا الموضوع ده بجد ولا اشاعة كل الكلام ده ليس له اساس من الصحة اللي خلى الاشاعة دي تنتشر ان فيه واحدة ست منها مات وكانت رايحة زوره الست دي بعد ما ابنها مات جالها حالة نفسيا هيا اللي نشرت الخبر ده واهل السيدة المسنة اكدوا انهم راحوا القبر علشان يتأكدوا من الكلام ده وطلع كل الكلام ده اشاعات وفي ريحة طلعة من القبر يعني من الاخر كده كل الكلام اللي حصل ده طلع اشاعات اشتركوا في القناة